طبعاً المنطقة بقى نفسها إيه اللي موجود فيها؟ يعني أما يجي كده السائح يقول أنا عايز أروح وإحنا كمان كمصريين برضو بنحب نيجي طبعاً الأماكن التاريخية العظيمة دي كمتنفس لنا ومتنزه وعبق التاريخ أحياني عبق التاريخ ده إحساس جميل جداً إيه اللي موجود في المنطقة دي؟ موجود كتير يعني قولنا كده إحنا أول ما نيجي حنشوف كذا وكذا وكذا فمحتاج قد إيه وقت عشان نزور؟ أحصل من النيل للألعة وعبقرية المصمم أو المهندس اللي صمم حاجة زي كده دي حاجة عند حضرتك هنا المتحف الحضرات اللي كله فيه اتنقل النقل المميوات اللي كان تمه وجاء عالم كله شافه ده موجود هنا برضو الحرك لو بسيت هنا هتلاقيه عندنا جامع عمر بن عاص اللي تم تطويره مسجد السيدة نفيسة اللي تم تطويره عند حضرتك مجمع الأديان اللي تم تطويره كله بالكامل عند حضرتك كمك جدير جداً وحديكت الفسطات ما هي دي حديكتها الفسطات هي ربطة يعني عمر بن العاص هي حديكت الفسطات الممتدى الغد مجمع الأديان والعمر بن العاص يعني هو عمر بن العاص أصبح هو مجمع الأديان جوه الفسطات يعني خلاص لحمه بعض مساعة الخضراء والحاجات اللي كلها وصلت لغاية لناك وإحنا شغالين بالتوازن لا أصبح كتير جداً عندنا أماكن سياحية نقدره جد القلعة طبعاً اللي احنا دي أهم معلم من أهم المعلم السياحية الموجودة فكله تم ربطه ببعض؟ طبعاً طبعاً وده الأساس ترجمة نانسي قنقر